وانت حضرتك بتتكلم على شايف ان المنظومة التحكمية في الاتحاد الافريقي ماشية بشكل لا بأس بيه في حكام صغيرين بيديلوا فرص على مستوى نهائي افريقيا في مجموعة تانية من الحكام الواعدين اللي بيتنفسوا بشكل شريف وكمان فيه خلاص ناس بتعتزل بشكل كبير طب ده ياخدنا لتحكيم المصري وما اثار الجدل خلال الاسبوع اللي فات خاصة طبعا خلال مباراة نادي فيوتشر وامبي والشكل يمكن ما بينك وسين كده ما شوطنهوش في العالم كله في اي مباراة على مستوى العالم ما شوطناش هذا المنظر واللي فعلا اساء بشكل كبير جدا جدا للكورة المصرية بشكل عام مش لمنظومة التحكمية في مصري شوكة الهان احنا مش عاوزة اقول الكلام ده عشان ما حدش اقول احنا بنجامل في قناة الاهلي قناة الاهلي دايما سوى التحليل او بنامج المحتلف يعني كنا حارسين جدا جدا ان احنا نبقى دعمين ومساندين للتحكيم المصري من خلال هذا الستوديو وستوديو التحليلي وحضرتك كنا مش بس بنعول على الاخطاء التحكمية او السلبيات ولكن كان هدفنا هنا ازاي نطور اداء الحكم يعني ازاي نطور اداء الحكم خاصة في وقت يعني اعتقد التطوير مازال حتى الان مش موجود خلنا نتكلم معك بأمانة طيب احنا اتكلمنا كتير جدا جدا لكابتن هاني ونهدي لحضرتك مثال لكن انت لاعب كبير جدا ومدرب على مستوى عالي هل من المقول سؤال لحضرتك هل مدير فني النهاردة لأي لاعب او لأي نادي اختارت تشكيلة اللاعبين من خلال المحاضرات اللي هي النظرية وانسى خالص الملعب ده سؤال يعني انت كمدير فني تشتغل كل شغلك في المحاضرات النظرية فقط ولا يبقى في محاضرات نظرية يبقى ولا حنتمرن ولا نعمل حاجة يبقى نزاكر من الورق والقلب بالظبط كانت هنا عندنا مشكلة مشكلة كبيرة جدا جدا تطوير التحكيم ده شغل احترافي على مستوى عالي جدا اساس التطوير التحكيم هو مدان اللعب وليس القاعات النظرية القاعات النظرية ده عامل مساعدة انك انت بجي من حكام فيها تشرح حالة تحكمية توحد قرارات في حاجة معينة لكن شغل التحكيم اساسا وانا بتكلم على علم الفاكر مش بتكلم كده انا اشتغلت في تحاد الفريقية اشتغلت في تحاد دولي وكنت محاضر فني وبدني ومحاضر في التحاد المصر ومحاضر في تحاد الفريقية كل شغل التحكيم بيبقى في مدان اللعب النهاردة احنا عندنا كنت نهاني مشكلة بيتور بيري رجاء سألني كده سؤال هل هو نزل الملعب مرة واحدة مع الحكام ما حصلش يعني انا النهاردة خبير تحكيمي موجود اطور اداء التحكيم ازاي طي الحاجة المهمة جدا هو هتستغرب الراجل بقى له تشهر للأسف حتى في التحليل الفني لما بيقعد في تارت حالة تحكمية المحاضرين المصرين هما اللي بيحاضروا وهما اللي بيتكلموا هو ما بيقولش حتى رأيه هو ما بيتكلمش هو حتى الحكام نفسها حتى يعني تفهم منه انت عاوز ايه؟ يعني حتى في المحاضرة دي ما بيتكلمش ما بيقعدش رأيه ودي مشكلة كبيرة جدا يعني انت نهاردة يعني كرئيس لجل الحكام يا اخي قل لي قل لي انت ايه هدافك طيب اخي تطويرك طيب انت جاي تعمل ايه طيب انت اهدافك ايه يعني لابد النهاردة بامانة في تول بيرير لابد انت حدو الكرة نهاردة هتدخل ويقعد معا يعني انت ان حدوث بقى لك ثلاثة شهر دخل في شهر الرابح ما فيش مرضود ايه ما هي الفكرة كابتن اي بنتكلم على اي بوزيشن اي وظيفة انت في خلال مدة معينة بتقدم المجلس الادارة انا عملت خلال الشهر اللي فات عملت واحد اثنين ثلاثة خلال الشهر اللي جاي انا لي رؤية وليا فيجن وليا بلان ان انا الشهر التاني هعمل فيه واحد اثنين ثلاثة بعد ما خلص الشهر التاني انا عندي الشهر التالي هعمل فيه واحد اثنين ثلاثة وبالتالي لازم يكون يعني الراجل مش معقول بقاله ثلاث شهور وزي ما حداك بتتكلم ودي نقطة أنا نفسي مستغربها إنه هو موجود في المحاضرات عشان يقايم الحكام وما بيتكلمش والحكام المصريين هم اللي بيقايمه أو بيحللوا أو بيصلحوا فأنا بالنسبة لي ديت يعني هو جاي يعمل إيه جاي يقعد بس ولا جاي يعمل إيه بالزبط يعني كابتن هيني انت قلت نقطة مهمة جدا جدا وأنا بس أتحاد الكورة حددك تعاقدت مع مدير تحكيمي خبير ويتقادب الدولار طبعا يعني حاجة محترمة جدا ولكن هل انت طلبت منه إيه خطة العمل اللي هو بيقدمها طب انت طلبت منه إيه هو أهدافه طب هنتطور التحكيم طب الشهر زي ما حدك قلت كده عندنا لفترة 3 شهر هنشوف الحكام نقيم أداء الحكام هنتابع الحكام نحية بدنية نحية فنية نحية زهنية هتقيم الحكام وتخرج لنا 10-15 حكام في أول 3 شهر أو في أول 6 شهور كلام ده ما حصلش وزي ما قلت حياتك النهاردة ما زال حتى الآن بيتور بيرير لم يقدم أي مرضود اللي بيه إحنا كمان كم حاضرين نقدر نقول إن راجل اشتغل وإذا خلي بالك بيهن عكس على أداء الحكام الفكرة كمان انت بتتكلم في حتة يعني بروفيشنال وشغل كمانا بتتكلم على دور مجلس إدارة اتحاد الكورة لما أنا بجيب واحد وبعينه وبديله بالدولار يبقى أنا فين المتابعة أنت تعال أنت أنت عملت إيه شغل عملته الشهر اللي فات طب إيه التطوير اللي مش هقولك عامل تطوير مش هيتطور في شهر لكن إيه البلان بتاعك ليه ما يكونش فيه يعني إحنا كنا بنتاري على كلاتنبرج اتضح إن كلاتنبرج من نسبه له بالشغل اللي عمله كلاتنبرج على قليل كان بيطلع وبيتكلم وبيحاضر وصوته موجود وبيبقى عن يعني لا يبقى من المقارنة ظالمة بالشكل ده شوف كانت هناك كلامة في نقطة مهمة جلاتنبرج وفرق ما بين جلاتنبرج وبيتور برير جلاتنبرج كان عنده ميزة قوي شخصية كانت موجودة شخصية قيادية كان جلاتنبرج كان بيحلل حالات تحكمة وكان بيطلع بيقول حكم أخطأ الفر أخطأ كان عنده سياسة صوب العقاب كان الحكم اللي بيخطأ كان بيتوقف ودي في حد هذا كانت بتدي شوية إن الحكام بتبقى عارفة إن هي ممكن لو أخطأ بيتعاقب وبتالي تلعي الحكام كلها حريصة إن هي ما تقطأش وبتالي فيه اهتمام جلاتنبرج كان عنده القدرة إن هو يعين الحكام هو اللي يعين حشب يدخل في تعينات هو المسؤول عن التعينات وفي آخر فترة قال لك أنا المسؤول عن التعينات يبتلك الدنيا تمشي سوء يعني ما كانش في شغل قوي قوي ولكن كان يميز شخصية إن حتى رتم المباراة بأسرع مش كل حاجة والسفارة قلت شوية في الفولات كان فيه حاجة ظهرة يعني كابتن هاني هو عمل ممتاز هو إدى يعني قال لك أنا طالب نمر واحد مش كل الأخطاء تحسابها والحاكم اللي هو عند الفور وهيقعد كتير يعني هو إدى شوية خطوط عريضة كده الحكام بتادي تمشي عليها المباراة تمشي بسرعة رتمي يبقى عالي مش كل الأخطاء تسفر عليها الفور لما بتروح له تروح له وقعدين مش كل حالة تروح الفور خلي بالك كابتن هاني فيه مشكلة أنا النهاردة هاني رمزي حكم لو أنت جاي من البيت رايح تحكم برا كبيرة وحطيت في دماغك أن الفور موجود وأن هسند على الفور مش هتحكم صحيح ولكن انسى الفور الفور ما هو إلا وسيلة مساعدة في الحالات الصعبة جدا جدا اللي ممكن تمركزك ما جيبكش في المكان وبالتالي ما تشوفش ولكن مش كل مرة هتروح للفور بك بقت مشكلة فقرني بيشتك